إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمارنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعًا غدًا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة جميعًا غدًا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله في ظل هذه الأزمات التي تمر على الأمة والتي تشتد عليها كل ما تقدمت بها الأيام الناس عموماً بحاجة إلى مهدئات إلى مسكنات لأن البلايا والمصائب تتوالى والشدائد تزداد على الأمة من كل حدبٍ وصوب فيحتاج الواحد منا إلى ما يسكِّن قلبه ويهدِّئ نفسه ويصبره ليعلم كيف يتعامل مع هذه النوازل هناك أمراضٌ بدنية علاجها بحبوبٍ تأخذها من عند طبيبٍ ماهرٍ حاذق تسكِّن بدنك وهناك وصفاتٌ ربانية شرَّعها لك ربُّ البرية وسنَّها لك سيدُّ ولد آدم عليه الصلاة والسلام تسكِّن قلبك وتسكِّن روحك وتهدِّئ أعصابك تعطيك البركة تعطيك الأمن تعطيك الأمان رغم شدة المصائب أهل هذه الوصفة هم أكثر الناس أمناً وأماناً وسكينةً وطمأنينةً لأنهم يعيشون بمعية الملك جلَّ جلاله وهذه الأيام خاصةً أقصد فصل الشتاء النبي صلى الله عليه وسلم نبَّه وذكر لهذه الفضيلة في كل العام وخصص الذكر في هذه الأيام فقال عليه الصلاة والسلام الشتاء ربيع المؤمن ربيع المؤمن كيف جمع مبني الشتاء والربيع؟ نحن بنعرف بالنظر أن الشتاء غير الربيع الشتاء رعد وبرق ومطر وغير ذلك والربيع خضار وجمال هذا اسمه المشاهدات هذا ما تراه عينك ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم يخاطب الروح ويخاطب القلب يقول له يا من جف قلبه يا من يشعر بجفاف يا من يشعر بضيق أدلك على الربيع لا أقصد ربيع الأرض ولا أقصد ربيع الطبيعة إنما أقصد ربيع القلوب إنما أقصد ربيع الروح إنه الشتاء ونحن قادمون في هذا الأسبوع المقبل على أقصر أيام العام وأطول ليالي العام أطول ليالي في كل العام الأسبوع المقبل وأقصر أيام في كل العام الأسبوع المقبل لن أتكلم عن قيام الليل وإن كان يستحق أن يتكلم عنه ولكن من باب فقه الأولويات وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه لأم أحد الصحابة عندما غاب عن صلاة الفجر أين فلان فقالت قام الليل ونام قبل الصلاة ففاتته صلاة الفجر فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله لأن أصل الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل بكله عنيت بهذا الكلام عنيت بهذه الخطبة المباركة الصلاة التي تأن الصلاة التي تبكي الصلاة التي تشهد المأساة الصلاة التي لا أستطيع أن أوصف حالها بخطبة ولا بكلمات ولا بوقفة إن أردت أن تعلم حقيقتها وإن أردت أن تشهد المأساة التي تعانيها هذه الصلاة فانزل معي رعاك الله إلى شوارع المسلمين وامشي فيها وتأمل زواياها وانظر إلى بيوت المسلمين واسمع الهدوء واسمع تلك الخطوات لحاج كبير جاوز الستين أو السبعين أو الثمانين من عمره مع ضرب عصاه يأتي من آخر الشارع ومن آخر الطريق ربما نزل من طابق أول أو ثاني أو رابع أو خامس يكابد المشاق ويكابد الألم والمرض والكبر والشيب يأتي من آخر الطريق في نزول أو صعود ليفتح باب المسجد عند أذان الفجر لا بل قل قبل الأذان بساعة أو ساعتين أو ثلاث ومنهم من هنا في هذا المسجد وفي كل مسجد أمثال هؤلاء ومن هم يصلون معنا الآن والله رؤيتهم والنظر إليهم تذهب ماء الوجه عند الشباب أين شبابي؟ أين صحتي؟ أين قوتي؟ أين عقلي؟ أين ما أعطاني الله جل جلاله من نعم؟ أين فرغتها؟ أين وضعتها؟ في شغل في عمل في دنيا فانية في دنيا لا تساوي عند الله جل جلاله جناح بعوضة هذه الصلاة التي أردت أن أتكلم عنها أدخل إلى المساجد في تلك الصلوات وانظر إلى عدد المصلين وانظر إلى عدد المصلين لا تكد تجد إلا كبار السن وبعض الشباب وبعض اللح السوداء التي أكرمها الله جل جلاله من بين الجموع لتكون من أهل الصفوف الأولى في صلاة الفجر تسألني عن الحل تسألني كيف بداية الحلول تقول يا شيخ الآن حدثنا عن الفقر أحدثنا عن الغلاء أحدثنا عن الأمراض أحدثنا عن الوباء أحدثنا عن الحكومات أحدثنا عن الفساد والله حل تلك الأزمات بأسرها رضي بذلك من رضي وصخط على ذلك من صخط فليختر ما يشاء من هنا يبدأ التغيير من هنا يبدأ الحل من صفوف أهل الفجر شهد بذلك الأعداء شهد بذلك الأعداء قبل أن يشهد بذلك المسلمون قالت وزيرة اليهود في فلسطين المحتلة عندما حدثها ولد صغير فقال لها أن الله جل جلاله وعدنا ونبيه صلى الله عليه وسلم وعدنا أن القدس لنا وأن الأرض لنا وأن العزة لنا وأن الكرامة لنا وأن سنخرجكم من أرضنا شئتم أم أبيتم قالت نعم درسوا ديننا وعلموا كيف النصر قالت نعم صدقت ولكن لستم أنتم قال فمن إذن قال أولئك الذين يصلون الفجر كصلاة الجمعة انظر الآن إلى يمينك وإلى يسارك وانظر إلى آخر المسجد وفي الطابق العلوي وفي الخارج المساجد مكتظة المساجد مزدحمة قل لي بالله عليك الذي نادى لصلاة الجمعة هو غيره الذي كان ينادي لصلاة الفجر أذان من إله آخر؟ إذا أذان من أحد آخر؟ أليس ربك؟ هو ربك الذين داك لصلاة الفجر لكن لو شاء الله جل جلاله لجعل صلاة الفجر الساعة السابعة والساعة الثامنة إلى أولئك الذين يصلون الفجر أمام السرير إلى أولئك الذين يصلون الفجر عند الاستيقاظ إلى أولئك الذين يصلون الفجر مع موعد الدوام نداء سيد العمل مع نداء رب العالمين أسوي بينهما فأقوم عند الدوام المحدد عند دوام المدرسة أو الجامعة أو الوظيفة أو التجارة أو غير ذلك فأقوم وأنقر ركعتين كنقر الديك لا أشعر بلذتهما ولا بحلاوتهما ولا أستشعر بنورهما ثم أذهب وتسألني عن ضيق وتسألني عن هم وتسألني كيف أحل مشاكلي من هنا البداية من هنا الحل لذلك قال عليه الصلاة والسلام أثقل صلاة على المنافقين أسأل الله أن يعيذني وإياكم عن نفاق لا بحاجة حبيبي لخطب ولا بحاجة لدروس ولا بحاجة تروح تجيب مجلدات وكتب عن النفاق لتشوف أنا منافق ولا مؤمن والله بيحتاري أشياء كيف بدأ أعرف الآن أنا أضع في يدك المفتاح أضع في يدك المعيار أنت تحكم الآن قال صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العصر صلاة الفجر وصلاة العصر ولو علم الناس ما فيهما لأتوهما ولو حبوة ولو حبوة شيء إنه يصير شيء من الوجع شيء من الألم شيء من النعاس والله يا شيخ ما أدرت ولو حبوة أي لو لم يكن له أقدام وقدرى ليأتي على أقدامه إلا حبوة لأتى صلاة الفجر حبوة حكمة الله أن يجعل صلاة الفجر في وقت تحب النفس فيه الراحة تحب النفس فيه النوم تحب النفس فيه السكينة ليعلم جل جلاله الصادقين اسمع أيها الحبيب أيها الأخوة الحبيب لو كنت ممن يصلي الظهر ويصلي العصر ويصلي المغرب ويصلي العشاء في جماعة ولكنك تضيع صلاة الفجر في جماعة لا أقول لك إلا راجع إيمانك فعلامة الإيمان بل علامة صدق الإيمان تجدها في صفوف المصلين في صلاة الفجر بين يدي رب العالمين لذلك عندما وصف ربنا تعالى أهل النفاق فقال إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلة لذلك وهؤلاء موجودون بيننا تستطيع أن تراهم أهل الفجر هم أكثر الناس سكينة ووقار وهدوء وأمن وأمام قال عليه الصلاة والسلام كما صح عنه يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاثة عقد يقول عليك ليل طويل فارقد قال صلى الله عليه وسلم فإذا قام فذكر الله إن حلت عقده فإذا توضأ إن حلت عقده فإذا قام فصلى إن حلت عقده الآن اسمع قال عليه الصلاة والسلام فأصبح طيب النفس مين يعني الذي قام فجراً فذكر الله وتوضأ وصلى إن حلت عقده يقول لي يا شيخ طب أنا بأعمل لك الساعة سبعة لا إذا بتروح عند الطبيب بتقول له يا طبيب مريض بيعطيك وصفة الدواء بترجع لعنده بعد أسبوع وشهر بيسألك كيف كانت النتيجة بتقول له والله يا شيخ يا دكتور ما استفدت بقول لك بس بديس للك سؤال الدواء كيف كان وقته هل والله يا دكتور ما كنت انتظم بالوقت أنا كنت أخذ الدواء عندما أتذكر يقول له الطبيب لا تحدثني عن الشفاء ولا تسألني عن منفعة الدواء حتى تلتزم بوقت أخذ الدواء يا شيخ عمد صلى الفجر أي ساعة في أي وقت تصليه وتسألني عن البركة إن الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا كتابا موقوتا جعل الله لك جل جلاله هذه الصلاة في وقت محدد فإذا قمت عن وقتها وصليتها فما حصلت منفعتها ولا خيرها ذكر أمام النبي صلى الله عليه وسلم رجل ينام حتى يصبح حتى يصبح بس يفيق بصلي الفجر ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال ذاك رجل بال الشيطان بال الشيطان في أذنيه كان أحد التابعين يقوم يقول إذا قام أحدكم وقد غاب عن صلاة الفجر فليضع أصبعه في أذنه وليشم رائحة بول الشيطان بال الشيطان في أذنيه صدق رسول الله وشو قال بأخر الحديث عن الذي لم يقوم في هذا الوقت قال عليه صلاة والسلام وإلا أصبح خبيث النفس خبيث النفس لا في مرة تحكي معه ولا في زبون يحكي معه ولا في موظف يحكي معه ولا في أخ يحكي معه ولا أم ولا أب اتركوني أنا لابلش صحصح لساعة عشرة أحد عش اتناعش لبعد الظهر راح انهاره أما أهل الفجر تجده من ساعات الصباح الأولى أكثر الناس سكينة أكثر الناس بركة أكثر الناس قوة مش بدنية ولا عضلية أكثر الناس قوة روحية لما؟ لأن سيد البرية صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله تأمين شامل لا من نائب ولا من وزير ولا من مسؤول ولا من رئيس ولا من حزب ولا من جماعة ولا من أحد أنت من ذمة الله مؤمن من ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء قال العلماء في شرح هذا الحديث أن من يتعرض لأهل الفجر في أذن يتولى الله جل جلاله عقوبته بتقول لي شيخ ليش متصلت علينا الأمام ولي متصلت علينا هؤلاء الذين سرقوا الأموال ونهبوا الخيرات ونهبوا البلاد والعباد لا نحب أن نسمع عن أمثال هؤلاء لا نحب أن نسمع عن حقيقة المرض حدثنا يا شيخ صرخ على المنبر عن هؤلاء هؤلاء الفاسد فاسد لا نغطي فساده لكن لابد أن نعلم أن الله قادر على أن يستأصل أصولهم وأن يرينا فيهم أياما سوداء لكن أنا وأنت نرجع لكن أنا وأنت نرجع إلى صفوف المصلين ونحن قادمون على أطول ليالي العام ألا تريد أن تكون من أهل حسن الخاتمة أنا شهدت بعيني وكثير منكم شهد ذلك خاتمات لأهل الفجر والله أكثر الناس ضحكاً عم بموت ومنور وفرحان حدثونا عن عالم من العلماء في مجلس جلسوا ليتشاوروا للدين قال فإذا بهذا العالم جالس يمد يديه يقول أهلاً وسهلاً عم بصافح يقول أهلاً وسهلاً لطالما انتظرتك ثم يبتسم في وجهه ثم ينام وكأنه يضع رأسه لينام لترفع روحه إلى ربه جل جلاله تسأل عن ذلك فتعلم أنه من سنوات طويلة لم تفوته الفجر عندما تحشر الناس يوم القيامة في موقف عجيب في موقف صعب يجعل الولدان شيبة ويمشي الناس فوق الصراط فوق النار التي أُقد عليها ألاف السنين حتى صارت سوداء مظلمة من الناس من يكون النور في أصبع قدمه كما أُثر أنه يضيء ثم يذهب النور ومن الناس من يمشي بلا نور كيف تمشي على صراط والله إذا مشيت بطريق متسع يا أخواني وعريض ممكن تقع إذا ما كان في ضوء كيف تمشي على صراط أدق من الشعر حد من السيف أي خطأ في المشي فيه تنزل في النار قال يأتي يوم القيامة مين يا أخواني مين يأتي يوم القيامة اللحام الهوي مكتوب عليها مسلم مرء من يأتي قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري بشر يا رسول الله بشرهم نعم لأنهم في وقت التعب قاموا في وقت حب الدفء قاموا في وقت حب النوم قاموا حدثتهم أنفسهم ناموا قالوا لا بل نقوم بين يدي ربنا كلهم يا رسول الله بشر المشائين مش اللي مرة ومرتين مش اللي عامل نهار الأحد كزدورة على المسجد بيجي بس نهار واحد في الأسبوع الذي يأتي يوميا ممكن بين الحين والآخر تفوته مرة أو مرتين أو أكثر ولكن لا يزور الفجر إلا مرة في الشهر أو مرة في الشهرين لا المشائين صيغة من صياغ المبالغة بشر المشائين وين متى في الظلم مشك للجمعة مبارك مشك للعصر مبارك وللمغرب والعشاء مبارك لكن لا يستوي مع مشك لصلاة الفجر قال في الظلم إلى المساجد بالنور التام التام يوم القيامة لذلك أثر أن النار تقول يا مؤمن يا عبد الله أسرع أسرع يكاد نورك يطفئ ناري بالله عليك أما تشتاق لرؤية ربك أما تخاف أن تكون يوم القيامة ممن يحرم من رؤية الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه جالسا كما صح عنه في البخاري فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نظر إلى السماء فكان القمر في ليلة البدر مكتمل مضيء جميل ينظرون إليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أتحبون أن تروا ربكم يوم القيامة كما تروا هذا القمر لا تضامون في رؤيته قالوا نعم يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إن استطعتم ألا تغلبوا إن كأنه صراع النبي عم بيشبه لك إياها كأنك صراع وعم بيشجعك أن تنازل على ميدان الصراع أنت به يغلبك أمامك ألا تغلبوا نعم لأنه صراع لأنه الموقف اللي بيصير معك على الفراش عندما تسمع أذن فجر صراع ولكن هناك من يتغلب فيقوم وهناك من يغلب قال أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا أي صلاة الفجر وصلاة العصر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن أهل الفجر إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكن فاستغفروا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أحبتي في الله ما الوسائل العملية أنا أعلم أن الجميع عندما يسمع هذا الكلام يتحسر لأن هذا دأب المؤمن إذا سمع كلاما يراغبه في الدين يقول يا رب وفقني لذلك ولكن حتى لا يبقى الأمر من باب التنظير لابد من وسائل عملية نستعين بها بعد ربنا جل جلاله لأن نكون من أهل الفجر أولا أيها الأخوة الحبيب عندما تسمع هذا الكلام الآن إن وفي قلبك بنية صادقة هذه النية لا أراها أنا ولا يرها من بجانبك الذي يراها هو رب العالمين تأثرت نزلت دمعتك تحرك قلبك أصدق الآن وقل يا رب اجعلني من صفوف المصلين من أهل الفجر سبقك غيرك ونواها وصدق من سنوات وهو حتى الآن وهؤلاء كثير بفضل الله جل جلاله لأن الله معك لأنك إن تقربت إليه شبراً تقرب إليك ذراعاً وإن أتيته تمشي أتاك هرولةً ولأنك إن صدقته في الطلب أعطاك والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً يريد الله أن يخفف عنكم وخرق الإنسان ضعيفاً الآن اجعل قلبك يتكلم والله جل جلاله يطلع إليه ويسمعه وليقول قلبك يا رب يا رب اجعلني من أهل الفجر فإن صدقت ورأى ربك منك الصدق والله هيئ لك الأسباب ثاني يا نخل حبيب خذ بالأسباب وما قدمت الأسباب على ما قلت لأن أصلاً وأولاً لابد من الاستعانة بالله خذ بالأسباب من أعظم الأسباب التي وقعت الأمة عموماً فيها الآن اليوم خصوصاً في هذه الأيام موضوع السهر على مواقع التواصل قل لي كيف تستطيع أن تستيقظ إذا كنت الهاتف في وجهك لساعتين وثلاثة وأربعة لا تنام إلا وقد وقع الهاتف على رأسك أو على وسادتك والفيلم شغال والمسلسل شغال وصفحات الفيسبوك والكلمات أو الأغاني أو الموسيقى ساعة بحجة تعبان نفسياً وساعة بحجة عندي قلق وساعة بحجة عندي مشكلة معينة أريد أن أسمع بعض الموسيقى التي تخفف عني كيف تقوم؟ لا نتكلم عن المحرمات وإن كنت تفعل المباحات لا تكلم عن ما نقع في الحرام إن كنت تفعل المباحات في شغل أو عمل أو تجارة لا تجعل لهذا الموعد أهمية لو كان عندك موعد تاني يوم بهذا الوقت فيه اتفاق مع مدير لصفقة تجارية تربح فيها ألف دولار مش حولك أكثر ألف دولار بالله عليك أي سعب تنام؟ بك يا رجال ونفيت اليوم بيت نام بكير أي مرة بدنا نفيه؟ في عندي صفقة تجارية مع تاجر كبير ممكن نأخذ منه ألف دولار كاش في هذه الأيام بركي رأت علي النومة بركي ما استطعت أن أستيقظ لو كان في عند زوجتك لا قدر الله أو ابنك أو بنتك أو أنت مرض وقال لك الطبيب أنا أراك في المسجد وكان الطبيب من أهل الفجر ما عندي استعداد شوفك بالمستشفى ممكن أعطيك موعد على صلاة الفجر تجدني أول واحد قبل الطبيب لماذا؟ قال هناك موعد مع الطبيب وأهل الله هناك موعد بينهم وبين طبيب القلوب رأيتهم وسمعتهم وترونهم من فاته منهم صلاة الفجر مرة أو مرتين أو ثلاثة أيام والله الذي لا إله إلا هو يبكي كمن فقد عنده الأبكار يبكي كمن فقد عنده الأبناء يبكي كمن فقد أمه وأباه لماذا؟ لأن ضاعت منه صلاة الفجر ثلاث أيام أو أربعة أيام جاء منهم من رأيته بعيني يبكي ويقول يا شيخ صر لي أربعة أيام ما قمت للفجر أعطيني وصفة ما بالو قلوبنا ما بالو أرواحنا لا بد للخطب وهذه المجالس أن تهز القلوب وأن نخرج منها ونقول يا ربي عاهدناك أن نكون من أهل الفجر ثالثا اجعل لك منبه وإن قال لي بعض الإخوة وإن كان مستوى الكلام عالي شوي بس اسمحوا لي أقوله قال يا شيخ إن استطعت وكان ينصحني أتناصح بيني وبينهم قال يا شيخ إن استطعت أن تعود نفسك أن تجعل لك منبه رباني مش منبه بالهاتف منبه رباني يعني إذا بدي فسرها أكتر بالحمية شو يعني منبه رباني يعني بس يكون عندك موعد مهم بتفيه قبل منبه مشيك تحس لك فيت قال شوفي والله يا شيخ معرف نام الليلي في عندي موعد هذا المنبه الرباني هذا المنبه الرباني موصول بالقلب إذا كان القلب موصول بالملك في منبه رباني وأنا كنت أراهم بالخروج في سبيل الله عندما نخرج في سبيل الله ما بتكون بالبيت بتكون نايم في المسجد فبكون نايم معك مجموعة من الشباب تجد بعض الناس قام ساعة واحدة ساعة اثنين ساعة ثلاثة يعني شو مالك شو فيه لش عمت قال أذن الفجر راح علي قيام الليل عنده منبه رباني هذا ليستخدم هاتف رأيتهم بالذات عند العجم عندما خرجنا في سبيل الله في بلاد العجم رأيتهم يمكن تليفونه بيمسكوا مرة في الشهر ليس عندهم هذه الهواتف الذكية التي معنا اليوم التي خربت العقول والقلوب والأرواح إلا من رحم الله لا يحتاج أصلا إلى منبه ينبهه وحبه بين يدي ربه رابعا لا بأس أن تتعاون بإخوانك قام إخواننا منذ فترة في فلسطين بحملات اسم حملات صوت الفجر في مثل هذه الأيام لأنه الليل طويل صار فلان يتصل بفلان وفلان يتصل بفلان وفلان يتبرع بسيارته يذهب إلى فلان يأتي به لأنك بس تتعاهد مع فلان أن توقذه وأن يوقذك بصير في عندك موعد وتعاونوا الله قال وتعاونوا على البر والتقوى في فلان لا يترك الفجر لا بأس اغبطه احسد وحسد غبطه اتصل به يقول له يخبر الله عليك يعني تفكر فيه فيئني دوء باب بيتي خليك عم تتصل فيه حتى استيقظ وأنزلني معك لصلاة الفجر لأني أريد أن أكون من أهل الفجر وأنت أحمل المسؤولية كذلك لغيرك عندما نحمل المسؤولية يتثبت عندنا هذا الفضل الكبير أخيرا أيها الأخوة الحبيب إن قمت بكل هذا وسأل كثير من الإخوة هذا السؤال يا شيخ والله من التوكير وعيرت التليفون قلت لأمي قلت لأبي قلت لأمرتي قلت لأولادي بعد شويح أقول لكل الحي فيئني الشيخ عم فيه ساعة سبعة ثمانية ماذا أفعل أقول لك ولا تحزن مني أقولها لك بصراحة صلاة الفجر اختيار هناك ذنب حجبك لا أدري ما هو أنت تعرفه هناك ذنب منعك لأن الاستيقاظ لصلاة الفجر إنما هو اختيار واشتباء واصطفاء من الملك الجبار جل جلاله فإذا قمت بكل الأسباب ولم تستيقظ فاعلم أن ذنبا ما حجبك يمكن فيه مكان معين عم تأكل حرام يمكن فيه ربا عم يدخل لجوفك يمكن فيه غش ببيعك وشرائك يمكن فيه عندك رحم قاطعه يمكن فيه عندك عقوق لأمك أو أبيك يمكن فيه عندك حرام عم تسمعه يمكن فيه عندك حرام عم بتشاهده من أفلام ومسلسلات يمكن فيه عندك حرام عم تتكلمه من غيبة ونميمة وكذب لا أدري ما هو كل واحد مننا أعلم بالحرام عندما سئل علي رضي الله تعالى عنه عن ذلك أو الحسن البصري أو غيرهم أجابوا بهذا الجواب وقالوا إنما هي ذنوب حجبتكم عن الله فلنستغفر الله جميعا اللهم اخفر لنا ورحمنا عافنا واحفو عنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور أنفسنا سلمنا آت نفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين لا تجعلانا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرشته ولا دين إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا تائبا إلا قبلته ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره اللهم من نواه من إخواننا وأخواتنا من يسمع هذا الكلام منا جميعا أن يكون من أهل الفجر اللهم يسر له الأسباب اللهم أعنه يا رب الأرض والسماء اللهم اجعل مساجدنا ملء في صلاة الفجر كما هي ملء في صلاة الجمعة وليس ذلك عليك بعزيز يا رب العالمين اللهم وفقنا لذلك هيئ لنا الأسباب لذلك اللهم إن إخواننا نحسن الظن بهم أنهم جميعا نووا ذلك اللهم وفقهم لذلك ويسر لهم ذلك يا رب العالمين وثبتنا وإياهم على صلاة الفجر حتى نلقاك وأنت راضٍ عنا وصلِّ لهم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين موسيقى موسيقى موسيقى